المبادرة تصنع الفرص شعار الدور الرابعة لملتقى مغردون الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز مسك الخيرية الملتقى الذي يجمع قادة فكر وسياسة من ذوي التجارب الناجحة في مواقع التواصل يهدف إلى إلهام روح المبادرة والتفكير الإبداعي واستثمار الفرص والأفكار الملهمة والاستفادة من التجارب والخبرات من خلال فقرات متنوعة تتضمن جلسات نقاشية ومنصات تفاعلية وورش عمل طيب ننتقل الآن إلى المؤتمر نفسه عندنا من هناك ضيف من الرياض ينضم إلينا الناشط في سناب شات الشيخ ماجد الصباح أهلا يا شيخ ماجد طبعا أنت أحد الضيوف في هذا المؤتمر وشكرا أنك تركت هذه الجلسة المهمة اللي مليانة يا لبي الوزراء وطلعت تكلمنا انتقلت في سنابك أنه أنا جاي من عالم سناب كيف شفت عالم المغردين والله أول شي مشكورة يا سارة وتعرفيني أنا بالسناب يعني باري بتويتر جدا يعني نشاطي قليل بتويتر لكن هذه فرصة لنشوف الوجه الآخر لتويتر وأمانة تطورات تويتر من أول ما بدأ لغاية الحين خذ انعطافات جديدة وانعطافات كثيرة حسب ما قاله الوزراء اللي سمعناه قبل شوية أنه بدأ تويتر في طريقة جدا حبية وجدا سهلة انتقل إلى طريقة عنيفة وفيها نعمر التوتر بعد الربيع العربي ومن بعدها انتقل إلى لحمة خليجية واللي شفناه أثناء عاصفة الحزم فهذه التنقلات صراحة أنا بالنسبة لي أشوفها لكن ما حسيت فيها واقعيا إلا ما شفت المسؤولية تكلمون عنها لكن الجمعة أحس أنها جمعة جدا ناجحة وأشوف أنه أعطاني نوع من التصور الجديد مع أني أنا ناشط بالسناب شات يعني مش بالتويتر هالكثر لكن أشوف أنه فيها نوع من أعطتني وجهة نظر غير عن موضوع تويتر لا تفكرين أنها سترك سناب شات وروح تويتر لا أحس أنها عطتني نوع من رؤية جديدة لتويتر وصراحة نبهتني على هالأمور هذه طب أمانة الآن يعني في جلسة فيها خمسة وزراء خليجيين بيتكلموا عن تفاعلهم مع الناس على تويتر قديش حسيت فيه يعني صراحة كانت في الجلسة وإذا فيه شيء علق في ذهنك أمانة صريحة أمانة صريحة جدا عطتنا نشوف الجانب الآخر من الشخصيات الوزراء الجانب الإنساني الجانب الاجتماعي غير الجانب السياسي فأنا حسيت أن هالوضح هذا بالذات وهالتفاعل وهالصراحة اللي جات من الوزراء المسؤولين صراحة شيء يشكر عليك نعم كيف كانت تنظيم بشكل عام يعني كيف شعرت أنه المؤتمر بشكل عام خصوصا أنك أنت قريب جدا من معظم اللي موجودين في المؤتمر شوفي شوفي أنا يعني يمكن أجامل لو أقول أن شيء أكثر من رائع لكن هذا الواقع والأجمل من كل شيء نشوف الشباب السعودي أن القائمين والعاملين والمنظمين من الشباب السعودي اللي صراحة يرفعون الراس نعم في شيء أنت مثلا برضو في الجلسات القادمة تتطلع له تحديدا والله إحنا تونا بادي بسم الله الرحمن الرحيم مع الوزراء وقاعدين نشوف الحين الحلقات اللي جاي عن التعليم عن الثقافة فإن شاء الله الأمور تبشر بخير أشوف أن المؤتمر إن شاء الله رايح إلى اتجاه ناجح جدا طب شق ماجد يعني برضو في بعض الناس وبيكتبوا على تويتر هذا الكلام أنه إيش الفائدة من هذه المؤتمرات وإنت قبل كده برضو شاركت في بعض المؤتمرات في السعودية أنت من تجربتك الشخصية إيش تشعر الفائدة الفائدة التعرف أمانة أنا يمكن عندي أمور كثير خافية علي عن موضوع التطبيق نفسه كتويتر عرفتها اليوم إطلاق الشراكة الجديدة ما بين تويتر ومؤسسة ميسك هذا شغلة جديدة الأختي التي تكلمت عن الممثلة عن تويتر أعطتنا معلومات كثيرة عن موضوع الهاشتاغ موضوع الفيديوز الموضوع المواصل خنقول الفيتشرز الجديدة التي ستنزل على تويتر هذه الشغلات بالنسبة لي كانت تعريفية وأنت تعرفيني سارة أنا واحد من الناس التي دائما عندي حب استطلاع وأحب أن تكون عندي المعلومة قبل الناس فوجودهني أعطاني نوع من التوعية نوع من التثقيف نوع من الشغلات اللي أنا يمكن مخفية عني عن تويتر وفهمتها اليوم وعرفتها اليوم طيب أنا حنتهز وجودك معنا وحسألك السؤال اللي بتكرر عند كثير من الناس أنت أعلنت على سناب شات أنك أنت بتفكر أنك كم متابع تسأليني لا رح أسألك كم متابع خلاص أنت أكيد عديت المليون هذه فرغنا منها إلا إذا أنت حابب تعترف شنو سؤالك شنو سؤالك شنو سؤالي هو أنت قلت على سنابك أنه أنت ناوي تعتزل أو بيتفكر في الاعتزال هل فعلا رح تعتزل؟ والله شوفي أمانة يا سارة أنا واحد من الناس اللي دائما أشوف نفسي أنه أعطيت بس شكذا رح أقدر أعطي هذا السؤال الأول السؤال الثاني إحنا عارفين أنه فيه تطبيقات كثيرة قاعد تدخل وتطلع علينا مستقبل سناب شات هذا هو السؤال إحنا قاعد نشوف أنه لغاية السنتين القادمين سناب شات يعني مولع وقاعد نشوفه اللوحين يعني ما أخذ اتجاه كثير شعبي مع الكل أنا واحد من الناس اللي شاركت متابعيني في فكرة والفكرة وهي متى الوقت للواحد يطلع من السوشال ميديا وهل يقدر يطلع أو لا وفكرة الاعتزال حطيت مثال كأوبرا وينفري كانت هذه أساسها أنه والله هي اعتزلت وهي بالقمة وأنا ما نتنودي أني أوقف نشاطي وأنا بالقمة فهذا السؤال اللي مثل ما تقولين في دي بيت هل هو التواصل الاجتماعي رح ينزل أو رح يظل أنا أظل أنا بيني وبيني الشيء السؤال الأخي سنقول الاهتمام الأخير أنه أنا ما أبي أنزل وأطيح مع التطبيقات هذه لما أطيح بس يعني أنت بتقول الشيخ ماجل أنت بتقول أنك أنت الآن في القمة أنا ما قاعد أقول أنا بالقمة يعني أنا ما أحب أني أكابر على نفسي وهذا أنا أقول أني أنا وصلت إلى الحمد لله ولا حب أسميها شهرة أحب أسميها محبة الناس فأنا عطيت شاركت ناس مواضيع تكلمت عن أمور كثيرة يا أخي أنا دخلت التلفون في القصر وسورت الملكة إليزابيث اللي ما حتقدر يسويها يعني أكثر متشديش قاعد أسوي عرفت الشيخ أو شون راح أسوي فهذه الشغلات اللي أنا دايما أسأل نفسي إش كثير راح أقدر أعطي وليه متى ومتى لازم تنتهي فحلو أن الواحد يذكر شخص وهو ما أعطي كلها الأمور هذه كلها قبل لا ينتهي التطبيق وتنتهي أنت معاه طب نحن بنشكرك على وجودك معنا طبعا الجلسة لسه مستمرة فبإمكانك أنك تلحق عليها المواضيع يعني طبعا جميلة والنقاش برضو شغال الآن نشكرك كان معنا من الرياض الناشط على سناب شات الشيخ ماجد الصباح شكرا لك مشاهدينا نذهب إلى فاصل ثم سنكمل معكم التغذية لملتقى مغردون الذي يعقد في الرياض حاليا الآن كونوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة